اشتركوا في القناة ونعرف ليش هن مؤثرات برأيهم اليوم بأول حلقة من HBH رح استقضيف إنسانة صديقة زكية كتير لمع اسمها بالإعلام وبالكتابة جريئة حقيقية قد ما بدكن وفي ناس اعتبروها أنه الخس كبراني براسة ريما كاركي أهلا وسهلا فيك أهلا فيك محمد وألف مبروك على البرنامج شكراً لأن هناك جراءة الناس يعتبروها أنه خس في سئة كمانة عند الأشخاص في ناس يعتبروها أنه هاي خسة وعم تكبر ما بيعرفوا أنه في إنسان صريح وحقيقي ما بيعرفوا أنه مش لقيه حق الخسة أو بالزياد الرحمنة والزياد الرحمنة اللي عن جد بكل ما تسمعه بتحس قدها الشخص قادر يشوف لقد كان بكتير نواحة من كتير أمور وكتير مشاكل عناينا منها قادر كتير شوف لقدام عشان هيك يمكن بيتعب بيتعب وبينقهر على البلد أكتر منك لأنه بيحس للي قدام شو اللي جاية ومش على طريقة المنجمين بيحس على الطريقة الحقيقية مضبوط ولأن هلأ إذا بتسمعي حيلة مسرحية لزياد بتحسي تحسي معمول مبارح مية بالمية ريمة ما بيعرف ترددت قبل ما أسألك هذا السؤال أنت مع تلتهام أنه تطلعي مع شخص أول مرة بيعمل بودكاست ما عنده إكسبرينس ما حسيتها شوية رسكي بالعكس حسيت أنه حلو تطلع مع شخص حابب يعرف عنك عن جد أكتر حابب يعرف عنك بهالمحل المهني أكتر نحنا أصحاب نعرف بعضنا بنواحي كتير بس يمكن السؤال والجواب بالإطار المقابلة حلو تتعرف على رأس هيك ما بدي أقول نضيف لما يفهموا العالم أنه كأنه رأسه مش نضيف نضيف بمعنى أنه هيك صافة مبلش طازة ما بيقوله وحابب أنه يعرف أكتر يبرحش أكتر يتحشر أكتر يسمع أكتر وأحيانا بتحس على ملامحه الأشياء اللي ما قادر يخبيها إذا في شي ما عجبه حتلقت بسرعة أنه ما عجبه وإذا في شي عجبه حت تتحمس وتتشجع أنه عجبه بينما الشخص اللي متمرس أحيانا بيقدر يخبي كيف عم يتلقى الجواب فأنا بحب هذه التجارب الجديدة يعني منه شي ريسايتل لا 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 ولا مجازفة ولا شي ريس بالعكس هذا شي حلو وأنا بحب المغامرات أني وإذا بحب برأ أنت شغل صعب طب ريما إذا بدي أسألك وين ريما هلأ؟ هون وين هون؟ بالمطرح اللي ما بحتعرف حياتي تطلع منه يعني بيروت بيروت بطلع بهرو بروح وبجي وبجرب وتعرف الشغل أيام بيخدك على محلات بعيدة بس القلب والعقل والروح شكلهم محكومين بهالحب وهالغرام متورطين فيه يعني رح نجي عبيروت وعن لبنان بس أعلميا بالشغل أعلميا أنا فيك تقول أنه حدا منه كتير ما اشتغل إشياء تراكمت بنفس اللاين أنا اشتغلت إشياء كتير مختلفة عن بعضها يعني أنت إذا بتوفتي سيفيتي بتقول هذا شخص يا مفصوم يا منفصم يا في أكتر من كاركتر يا بيشتغل يعني ما بيعرف حاله بالظبط أي لين بده إياها يمكن لأنه أنا بلاقي حالي بأشياء كتير ويمكن لأنه شخصيتي فيها السخري الأكستريم واللي هي بتخذك على المرحة أحيان نعم تضحك على حالك ومحلات وفيها الشي الجد اللي أنت متورط فيه بالعمق وبالإحساس فتتحمس على الإنسانيات وعلى القضايا الاجتماعية فمشين هيك برامجة إذا أكيد بتكون شفتهم محمد ورقبة يعني قدي فيه يعني من تنوع من إذا بدك البرامج اللايت اللي فيها هيك سؤال جديد للشي الجد الفصحة الريبورتر عن أرض رح نجي نسأل عن هول الأشياء بس يعني أنا وفي بريكات الدبريشن يعني أكيد نحن كلنا عم نمرق بهيدا بهيدا الوضع بهالدبريشن مش عم نعرف نحن وين وكيف وليش عم بيصير فينا هيك بدي فوت أكتر شوي أعرف سألوكي مرة إذا في برنامج على الهوى بتحب أنت تقدميه بوقت ما جوابته إذا بدرجاء أسألك هلأ ما المشكلة إنه بتعرف هيدا الجملة يعني بطلع على كتير برامج بلاقي إنه حالي عملتهم قبل وأنا يمكن أرجع عيد شي إذا طريت وبدأ أشتغل محا قد أتفلسف وأعمل حالي بمحل إنه عم بتفلسف على الشغل بس بجرب إنه أعمل شي جديد ولو بشي صغير يكون جديد لأنا أتحمص لأني شخصية ما كتير طبيعية وبيبين علي شغلي شخصية بتزهقي يعني أنا عم بتحمص لدرجة بشغلي مو بعف إذا هيدا بميزك ولا كمان بمحل بيعطواك بس بجرب إنه عطول لما أعمل برنامج حس إنه أضفت شي جديد لنفسي شي هذا ما عملته أنا قبل عشان هيك في كتير برامج أفكاري عملتها أنا بالسابق وفي برامج عملت تشالنج فيها عشان هيك فتت على كانت جديدة علي فتت جربت نفسي فيها فهلأ إذا في شي على الشاشة بحس كتير إشي أنا عملتهم إذا بدي دور على شي جديد بدي يكون يمكن شوي مكلفة وفي شي جاية على الطريق هلا ما نعرف عنه لك أنا هيدا الشي ما هنقل لك مش هقول لك لا لا ما نعرف طيب باك ما عتزار بالمبدأ في شي واصل على الطريق وكمانة كمانة فكرتي يعني همجرب إنه هيدا اللي بدي أسألك إياه قديش مهم الإعلام يكون عنده أفكار مش يروح عفورما أولب أو معمول هلا بعرف إنه الفورمايات شي حلو ولذيذ وبيكون ناجح بس قديش حلو الواحد يعمل هو فورما إله يخلقه شوف كل شي حلو حتى بقلب الفورما الموجود المدروس المركب بتكون أنت كمان نفسك عم تخلقه من جديد أنت وعم تعمله لأنه بتعمله بكاركتيرك يعني في كتير برامج أنت ليه بتفضل مثلا بالبرامج الاجتماعية فلان عفلان بالسياسية فلان عفلان لأنه فيه فيه كاركتر بيخدم المادة بطريقة بتخليك تتحمس تحضرها صح مشان هيك بيفرض حاله الشخص يعني على البرنامج اللي بياخده ما بيأثر إذا كان فورما ولا فكرته مش كل الناس قادرة يمكن تفكر بشي وكمان الأفكار مشكلة جديدة يعني لتربيعة مش جديد بس أنت بتقولبها شوي بأسلوب بتجمعها مع بعضها بأسلوب شوي جديد طيب بالالفان وستة ستعاش سوري بالالفان وستعاش كرمت كأفضل إعلامية بالكوات أجل وهيدا الشي فخر في الكوات وفي العراق وفي جائزة أمريكية على برنامج الحرة على حلقة الانتحار تحديدا صحيح حلقة الانتحار تبعته دولرز هذا برنامج اللي حطمني إذا بدك حطمني بالمعنى الإنساني بس فادني كتير بالمعنى المهني طيب أنا سؤالي فيه مقاربة إذا بدك نحن بعصر السوشيال ميديا وصارت الجويز بالنسبة للبعض هي أداب تجيبي لايكس يمكن على بوست أو قديش فيه نسبة مشاهدة على فيديو معين ما بقى يهمهم عن جد الجايزة اللي هي جايزة بتقاملي بالجويز بدك الجواب الصريح بصراحة لا بس بأنت ربحتي واحدة بس حسب الكردبوليتي بحقلك لأخدتهم أنا مناح ولا أخدهم غير ما مناح بس بشكل عام بالعكس اللي أخدتهم أنا أنا استفاجأت فيهم بصراحة أنا عم نحكي عن مستوى العالم العربي وعم نحكي على مستوى جائزة اللي أخدتها الأخيرة يعني فيه كتير كمبيتشن فيها أنا قدر أخدت خط البرونزية أخدت البرونزية عن حلقة الانتحار أنا كتير فخورة بهول الجويز بس لقى فيه ثلاث ربيع الأحيان بتحس كأنه يعني كأنه في البعض يعني مركبين الجايزة قبل ما حتى حدا يعمل البرنامج إذا عم نحكي عن مستوى الإعلام يمكن كتير بهذا المجال يعني ثلاث ربيع الناس بتستاهل بصراحة كل اللي عم يشتغلوا بهالمجال العرب عم يعملوا إنجاز بأنه رفعوا الدراما لفوق نصبوط وما بدي تفلسف لأنه عن جد فيه لا فيه جواز بمحلة لات ميسا إنه فيه جواز بمحلة بس فيه إشياء بتحسة مونا كتير مؤنعة بس الجويز أنا كتقول من زمين عم جمع حقها بس بس هلأ ما إلي حقه بسراحة بس حرام بكون عم تظلم لا أنا ما عم بحكي عن الكلام أنا عم بقول إنه عن جد فيه جويز الواحد بيتعب للا لا يقدر يعني يوصل ومثل ما قلت إنه تتكرم ببلد مش بلدك منك مضطرة يعني يعني ما شرح تروح تشوفي مين مسؤول عن الجايزة بالعراق أو بالكوات لتشوفي كمدك طبعا طبعا يعني عن جد يعني بس هيدا ما بي ما بيخليك تحس بشوي هيك حزن أو حزن إنه ليش عم بتكرم برات لبنان مثلا لا لا أبدا بالعكس بالعكس أبدا شوف لبنان حلو مثل ما هو يعني حلو بالتحديات اللي بيخلق لك ياها حلو بهذه الزكزكات الصغيرة حلو بيروحوا بكل شي فيه واللي حلو أكتر شي إنه أنت بتكون عارف لما بتفوت على أي شغل أو على أي مكان فيه زملاء أو فيه منافسين حتى أو فيه ناس يمكن مسؤولين عن التقدير إنه بيعرفوا إيمتك كتير منيح بس يمكن ما بيفرجوك بس أنت بتعرف إنه بيعرفوا يعني وهيدا بكفي إذا أنت قادر تحس يعني بكفي وأنا بعتقد إنه بصراحة بكل تواضع الإيميل الحقيقية اللي عملتها هي هي عند الناس لأنه أنا تورطت ببرامجي الاجتماعية تورطت فعلا تورطت بحب الناس وبمشاكل الناس لدرجة فقدت وقت مع عائلتي فقدت حرمت بيتي فقدت إشي كتير بس ما فرقت معي وبرجع بعيدهم يعني لأنه لأنه هول الناس كسبوني إحساس ينبيغيب عنك كسبوني تواضع حلو ربوني ربوني وربو إشياء فيه كتير صرت هلأ حدا إنه زهدين بإشياء كتير بصير عال ما بصير كمان عال أنت راضي عن حالك على قد أنجزت وبكفي أنت تعرف لأنه في كتير إشياء في كتير إشياء بتعبي حلقات وصورناها بس ساعدنا فيها وأنا هيدا الشي لحاله بيخليني إخفة مرتاحة حلو طب ريمة عم تقولي عن الخصوصية اللي كانوا فيه ناس عم تخترق لك أوقات يعني وقتك مع عائلتي كمي كان وقتك مع رفقاتك أنت كنت تردي وتستقبل كل الاتصالات اللي كانت تجيلك كرميل المساعدات أو كرميل المشكلة هي مش مساعدات ما حدا يفتكر بقضايا قضايا ناس محقة أنا رقمة كانوا كتير ناس يقولولي أنه كيف بتاعت رقمة ما معقول واحد يعمل برنامج اجتماعي ويعمل ستار يعني سأنه ما بتركب هيدا القصة أنت بدك تكون متاح عم تحكي عن قضايا الناس بدك تكون متاح لكل الناس وهذا شي صعب وبتعرف ليه صعب مش لأنه ما بوقف تريفونا كرم لما هلأ أعمل فيها النجمة لأنه تنقهر على كل شي ما بتقدر تعمل فيه شي تنقهر من عجزك أحيان لما يكون فيك تعمل شي بتصير فخور وبتركض ومش ضروري تطلعوا على الهواء بكافة أنت تعرفوا ولما ما تقدر وأكتر الأحيان ما بتقدر وبعدين بأوقات كتير عجزنا لأنه ظروف كلها تغيرت أنا عم بحيك عن برنامج نعمل من من ست سنين خلص يعني بلش من عشر سنين وخلص من ست سنين بعض القصص بأسروا فيك لهلأ أو في شي قصة واحدة هيك بعدما رفقتك لهلأ يمكن ما قدرت تعطيها حل أو ما قدرت تعطيها المساعدة اللازمة المساعدة أيمين أنه مش ضروري مصاري لا ليك بتكتشف أنه نحنا أنه أكيد يعني بتصير تقول لو أنا معي مصاري كتير بهالحياة المصاري هي الحال المصاري اللي أتعلم لأنه العلم بيحمي بيحمي لما تسلح البنات بعلم وتفهمهم ولما تسلح الولاد بعلم وتفهمهم عم بتحصنهم للأبد يعني تجاه أهلهم أول شيء اللي بيقزونهم أنا بالبرنامج في حالات عندي وخيفة من أزم مباشر بالعيلة يعني من أقرب الناس بتشوف من أقرب الناس في حالات أنا ما بنساها وفي حالات أنا كنت أرجع على البيت منام يعني منام وعاني وأنه بعتقد شخصية انعطبت يعني معطوبي بمحل مش كتير نورمال سؤال عن الشخصية وأكتر شيء يمكن اللي بتحس بعجز فيه أنت وأكيد كل الإعلاميين اللي فاتوا عارومية بيعرفوا نوع العجز اللي أنا بحسوا بس فاتوا عارومية كلهم كلهم من ألون اشتغلوا ومن ألون احترقوا هني وعالهوا لأنه فيه عجز بتحس فيه عجز شو بتك تعمل طب هيدا ملف لحاله بدمرك يعني بس تشوفه عن قريب طب عم بيكون فيه إذا بدك الصحة النفسية كتير مهمة بمحل معين وسباشيلي مع أشخاص بمحل بدون يفرجوا قديش هني قواية كأعلاميين عم بحكيه وأنه الناس مسؤولين أنه يحلوا مشاكل كتير كبيرة كان فيه حدا عم يهتم بالصحة النفسية طب أقولتك دورينج هون برانج أنه لما ما تقدر أنت تقوم من تختك على وقت طويل وبتصير ما تسمع اللي عم يحكوك وتصير ما قالك خلق تشوف حدا بس ما كمان لما بتكابر كتير في محل بتقشط فيه ما هيدا قصدي أنا قصدي مثل الكبية أنه عم بتعبع آخر شيء رحطوه في هالكبية بمحل بديكت نفسي عم بحكي مش أنه أنت أنه تقدر يعني يكون أفضل وتقدر تكفي لك يمكن عم تنعكس بأشياء كتير يعني يمكن عم تنعكس بأشياء كتير أحيان لما أنا أعجز أني بس بدل محل الكتب هلا بيكون فيه شيء غلط أمش بوضع أمش بوضع بيكون فيه شيء غلط أكيد يمكن هذا لازم إسعى أني أعمله لتكون للناس اللي عم تسمعني أنه أنه أكيد هذا الشيء لازم واحد يسعى له بس من شكله أنه أنا برجع بعمل بشقول يعني بشقول بشي تاني بجرب أن يدخل على حياتي عادات معينة تنسيني أو تلهيني طالما أنت عاجز عن الحل أحيان مثل شو يعني مثل كتير قصص يعني مثل كتير قصص بتجرب تلهيك أنا بكتب وبفرغ بهالمحل فرغ كتير وبنتقم بهالمحل بنتقم وبسرسر وبحكي فرغ بهالمحل كتير الكتابة بتعتبريها تريتمينت طبعا تريتمينت حلو تفريغ كبير بتحس حالك مرتاح بس تحطن على الورق يعني يعني تريتمينت علاج ترابي أكيد أكيد لأنك بتقول اللي أنت مشكلة اللي عندك الوقت والهدوء أنك تختار الكلمات تتبدل الكلمة اللي أنت حساتها مش أعطي الصدى المطلوب لأحساسك بتفرغ منيح بالكتابة أكيد بتصير هيك بدك تنسى بدك تعلي الصوت أكتر بدك تعلي الموسيقى أكتر بدك ما تسمع جواتك شو فيه بدك تنسى الوجه اللي شفته أنت وعم تعمله المقابلة بدك تنسى البنت اللي خبرتك أنه اختصبت بعمر الأربعة عشر من من داعش بدك كذا حدا مع بعض اللي عيونها ما قدرني يخبروا شي تاني صح واللي أنت بش قادر تسأله ولا سؤال غير تطلع عم قبيلة بس جرب عيونك يسألوا عيونها بدك تنسى الولاد اللي بتشوفهم بالمخيمات أنا برمت كتير بالعالم العربي صح اللي بعانوا تحت تصورت أولاد تحت الأربعة عشر أنت بتعرف أنه عم عانين من ديبراشن مش ناطرين شي عيونه من هيك فيهم فاضين يعني ومن المشاهد اللي عم نشوفها يعني ما بعرف متين حط حط حلقتك بس 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 نحن مدمرين يعني مدمرين مدمرين وبعتبر أنه هيدا عطب أنه أنا ماني كتير شخصة ولا طبيعة وكل يوم شكلي عم زيد أكتر يعني جد ما بعرف شو بدي يقول بس بتحس حالك بألف نعمة صح عشان هيك يمكن محلت بتعدل بس فيه ناس ما بتقدر تعدل لحالة وهيدا أنا اللي بحسوا بمحل أنه عنجاد في 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 مسؤولية عباد الأشخاص المؤثرين عنجاد أنه يقدر يساعدوا غيرهم يمكن بكلمة أو يديرون أنه فيكم تحكوا لازم تحكوا لازم تعاملوا شي معين لمدلكم عم تغرق لحالكم ومش عايب الواحد يحكي ومش عايب الواحد يقول أنا مني منيح المشكلة أنه نحنا معوديين يمكن منيحنا وصغار أنه ميما يسألنا لأ بدلك تقول أنه مش مظبوط يعني ما فيك أنت كل الأيام تكوني منيحة ومش المفروض تكوني كتير منيحة مظبوط وفيك تقولي أنا مش منيح بحقلك تكون مش منيح بحقلك تكون مش منيح بحقلك تكون كتير إشي بحقلك تكون مش فهمين قصة بحقلك تكون مش منيح بحقلك تكون معطرد على شي أنا بصراحة بما أنت بقول بحقلي كون غبية بحق اللي يكون ذكية بحق اللي انه انا اخبت ايام انت مش دايما تحاضر ايام انت بتكون مفكر حالك ما بيقطع عليك شي وبيقطع عليك اشي كتير كبيرة ايام تعمل اغلاط مش مسموحة يعني انت انسان بالاخر يعني كله وارد بس انا كلمة مؤسرين بتعمل لي عبقى صارت صراحة ده شو ب definitions إنه بالاخرار يعني انه اذا ابي mate ريما كاركي بنزل ع الطريق بدي اسأل عشرة في بي عدي آمنين بيعرفو مي كاركي بس هذا مش يعني مؤسرا تعني عم يعمل شغله في حدا انا عمي 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 شغله حلو demi عمي عمي شغله ناقاس وفي حدا يشوفه سائل ومش قد المسألة وفي حدا يشوفه كتير لذيذ وقد المسألة هذا شيء كتير طبيعي بس لما تقول مؤسرين أنه ما بعرفه أنا عم بحكيك عن جيلي يمكن إحنا شوية كبرنا هذا عصر للمؤسرين أنه أنا أمي عاملي أدب إنجليزي وبي عامل أدب عربي إذا أمي بتحكيني بشاكسبير وبي بيحكيني بالمتنبي وهو المؤسرين في ناس تعبط على حالة لستها لتكلمة مؤسرين لتظل عبر الأجيال مؤسرة أنه ما هيك أنت فيك تقطف لقب أنت عم تحملني مسؤولية كتير كبيرة أنت قطفت تكوني أفونجارديست أو سباقة ببروغرام أنت عملت له الفورماتة بغلطة طارق طارق مش بروغرام واحد أكتر من واحد بس أنا عم بحكيها عن واحد معين لهو أنا بحبه كتير اسمه لايك هل حكي لايك بعرف أنه كتير قديم بس أنت ما بتعتبر أنه بالألفين وثلاثة وعشرين نحن هلأ في حروب عم تصير على السوشيال ميديا وانت من أول الأشخاص اللي عمل البروغرام بيست على السوشيال ميديا ما بتعتبر حالك مؤسرة لا هذا ما له علاقة بالمؤسر هذا له علاقة بأنه كمان ما منيح أحيان أنت تفكر بالشغل كتير لقدام يعني لو أنا هلأ عملته هذا البرنامج بيعمل صدق مختلف أنا أحيان بطلع على كتير برامج عملتها من على السوشيال ميديا مش موجودة يعني أحيان فيه ناس ما بتعرف أنت قدرة كامت خبرة وقدي عملت من الجيل الحالي يعني بس هيدا البرنامج كان كمانا يومي كان بصيغة كتير جديدة على الشاشات كان يومي وتلت ساعة كتير قصير كنت من وقتها يعني عشر سنين بعرف أنه ما فيني اسمها حدا وقت كتير طويل بقى يعني تغيرت القصة تغيرت أنت شو بتاخد من المقابلة ما عد يعني بدك تكون كتير مرتاحة وضعك أو الشخص كتير محرس تسمعه ساعة ونص وساعتين يعني كتير أو ما بيطلع كتير على الهواء لتقدر تشبع من هيدا الوقت كله معه مش نيكي حاسيت أنه عشرين دقيقة بتاخد أحلى شي عنده يا الشخص طب ليش معدي تالي وبتعمله يومي لأنه مصر مجال مع أي محطة ولأنه المحطات ما كتير بيشجعوا المباشر بيعتبروا أنه بيكلف كان لايف كمان لتقدر كمان تعمل غلطاتك بشرفية كيف عرفت أنه هيدا السؤال التاني آه كان لايف وكان كل يوم وكان تلت ساعة وكان عن جد يعني عن كل شي بالسوشيال ميديا وكتار من البرامج يعني كان يعتبر ليت نايت شو كان هو يعني لأنه كان نعمله ساعة عشرة ونص صحيح كتار من البرامج تأثرت بأشياء كتير فيه والبعض حتى من المعدين تصل فيه واعترف لي أنه عم يحضر ويستعير أشياء يعني وأنا بحب الناس اللي بتعترف بتحاله كتير طب أنا بعتبرك مؤثرة نا مش حخانة ريما أنا كتير بحبه هيدا البروغرام لأن علم فيه صراحة وعشان هيك أنه كنت عم فكر شو بدي أسألك عنه وكيف لازم أسألك عنه وما لقيت أنه أثبت منها الطريقة أنه بعد قدق له عشر سنين خمسة عشر سنين صار له عشر سنين أنا تركت منه ضغري رحت على نشر يعني آخر برنامج عملتوا على المستقبل أنا أنا بحسوا أنه ابني اليوم بعضنا اليوم بين عمل هيدا وبتزعلي أنه فورما من من اللي إي 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 بسجل حتى صحيح أنه ما يكفي أو منشوفوا أنه يعني ما حدا فيه لا مش مزبوط هو أنه نحن عملنا خمسين حلقة وفكرة وكانوا أكتر من فيه أنت هالأول مرة بحكي عن هذا الموضوع وفكرة وكانت وقتها بدي بدي كفي كان البرنامج توحيد اليوم بالتلفزيونيات اللبنانية على قليلة يعني وصار في عرض من محطتين أن أخذ البرنامج بس نعمله أسبوعي ونطوله وقته وإجا الموضوع طبعا للنشر وإجا خيار للنشر فمش مكفة لأنه بالعكس كتير ناس حبوه وعا أساسه أنا يمكن رحت على غير محطة أعمل شي مفروض شوي وصلنا للنشر يعني كانت أثبت أنه تتركي برنامج لا بصراحة وقتها المدير كان عميعملي تاست ديمتري خضر استفزني وجوابت بطريقة مستفزن بطريقة من بيني أنه واحد جاي يشتغل عندك يعني يعني طريقة حقيقية إذا بدك وقال لي أنه حندب بالبرنامج اللي حضرتيه مع سلام زعتري وقته بسلم عليه لسلام لأنه وقته حضرنا برنامج ليت نايت شو كتير مهضوم قبل ما يطلعوا كتار من البرامج اللي صاروا هلأ معروفين يعني وحطوا المدير بالجرور ما قبل بقى يقرأ وقال لي بتعملي للنشر طالما هيك عم تجاوبة وانا بصراحة بحب الاستفزز يعني لا بحب حدا يستفزز لا بس أنه الاستفزز بخليك كمان شوية تفكر يعني أنه تطلع من البوكس طب وليك أو من الفريم وبيخليك تفكر وبيخليك شوية كمان ضلك على الأرض يعني أنه إذا في ناس بهجموك بعتقد هني دواء أنه إنت ما تمرد بمرض العظمة والغرور إذا بيطلع لك ناس بهجموك يعني ربنا ما بيخلق الشرير بالقصة من ولا شي لأنه ما بتصير بطل أنت بلا الشرير بيخل قصة بلا شرير يعني الشرير مفروض يكون بلا شرير بيخل قصة كتير فأنا بحيي الأشرار يعني شو حلو مظبوط بس هاي الحيات إنه فيه ناس لم ناس الشريرين إنت بتكون هيرو إذا ما تحديت وغلبت ومشيت وحدة تعبك وعرقلك وإنت تخطيت وقدرت تنجح وتنتصر ما بتكون بطل يعني مش هنا هيك القصص اللي بتقراهم أو بتحسهم حلوين هنا القصص اللي فيهم كتير عقابات قدام البطل لا يصير بطل بس في منهم ساينسيكشن ما عقوله عن حالي بطل وليك تفنيس خير موضوع هذيك البطل اللي قتل التمساح هذيك غير وحد طب أنت السؤال التاني حزرتي كنت بدي أسأل عن ريمة كأعلمية بتفضل البرامجة يكونوا مباشر أو مسجلين أنا خبرك شغلي عن حالي أنا بتسجيل بالعادي هلأ اليوم رحمتك على الخبرة بتسجيل بعيد بخربة أحيان باللايف بحس أنه هيدا أنا باللايف أنت كل حواسك عم تشتغل باللايف بتقول الكلمة اللي هي بنت أحساسك يعني ما بعرف هلأ يعني البرامج المسجلة اللي منيح فيها أنا بتتنظف بتتاخد منها الزبدة بتنعرض متل ملازم يعني صارت كمانا أسهل وصارت كمانا بتبرز المادة بطريقة معينة أنت بدك إيها تبين فيها وبتشيل إشيات تانية ما كانت بالأهمية ذاتها إذا الوقت ضيق بس اللايف إله غير روحية إله غير روحية أنا بتمنى أنه كل برامجة اللي بدي أعملها بعد لقدام بتكون هيك بس يبدو أنه مكلف يعني كما أطرح الموضوع بيكون في كلفة طيب الأشخاص اللي ما بيحبوا يطلعوا لايف إي وهن إعلاميين إي شو مشكل عادي هذا ما بينطقس منهم بيبين بالفلو طبع الحديث إذا بيعرف يحكي أولاق مش خياراتهم هي كمان بس هي خيارات الإدارات يعني بتعتقد بس الإدارات هي بيكون خيارات أو في حدا من الإعلاميين والإعلاميات بيرفض يطلع لايف هلأ ليك يعني مش بس قصد المحطة الإعلام بيخون الإعلام بيجي وقت بيفضح إذا أنت بتعرف تحكي أو لا بحجم الموضوع أو لا بغض النظر حتى لو ما بتشتغل لايف يعني بيقدر يفضح هيدا شي أنت بتنحط بمحلات بتدير بتعمل بتجاوب على أسئلة بتكون ضيف بتكون أحيان بساحة معركة بنشوف كيف بساحة ثورة بيبين أنت كيف تتفاعل وكيف تحكي يعني ما بعتقد هذا شي مخبع عن الناس يعني العالم بتعرف بتعرف أحجام الكل يعني وعن جد عنا نحن أنت ما يكون الواحد عم يحكي عن جد عنا مجموعة جدا جدا جيدة طب ريمة كاركي وين بالمنتديات العربية للإعلام لما يكون فيه بيكون موجودة ولما يكون فيه ولما يكون قادرة بيكون موجودة ولما أندعا بيكون موجودة طب شو قصة يعني بيست على شو أو يعني كيف بيعتمدوا هون المنتديات أنه يأزموا الشخص يكون يعني 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 أشوف أنا أنا بنعزم عاشية كتير في أشياء مبروحة عليها لأنه بتكون نضاربة مع شي تاني وبزع لأيام أنه بحب شارك صرت قبل كنت مروح أكتر مروح وأكتر ما أطلع مقابلات هلأ صرت أكتر أطلع وشارك وحب هيدا الاختلاط يعني بتحس حالك أنت كجمهور ما عندك شي تسأله أو ما في شي أنت ما أخذ جواب عليه وفي ناس بتنجاب يمكن على أو بتنجاب على أسماء وهذا كمان جزء من اللعبة يعني ما فيك أنت كمان تقول أنه هيك غلط وهيك صح يمكن الناس اللي بقدروا يوازنوا بين اتنين بين أحيان الترند اللي بتكون ترند مع أنه ما بيتضاربوا يعني في ناس كمان هيدا هيدا اللي بدي يقوله أنه مع أنه ما بيتضاربوا لأن مش دائما بيتضاربوا بس في أشخاص أنت بتكون مثلا أنه بتعرف حجمهم بتعرف أنه هن هل وما هيقولوا أكتر من هيك بيكونوا يعني شبه الضيف الدائم يعني لأن حتى بتشوف هذي علاقات بتصير بس هو الإعلام أكيد هو مثل حيال شي كل شي هو بيست علاقات بس في أشخاص أنه تعرف أنه ألم حلو وبتكتب حلو وعند شي تقوله بتزعلي أوقات أنه ما بتشوف فيها محل مش أنه ما لازم تشوف فيها بس أنه بعرف أوقات بيكون في ارتبطات سابقة بس كمان فيها بالأشخاص اللي بتشوف فيهم على أنه أنا شفته هالسان واللي وراها طب ما فيه غير ناس بس ما ليك فيه ناس بتشتغل عم تتعب من غير ميلة يعني إذا أنت معتبر حالك عم تتعب على شي معين بحياتك أنك تكتب أو أنك تقرأ أو تتعمى أو تدور على برنامج فكرته جديدة من حجمها ريما رح رجعك شوي على الماضي على الماضي في حدا قدك حب أو بحب تلفزيون المستقبل شو بيعني لك هذا التلفزيون في حدا قد كل اللي بكان بتلفزيون المستقبل هولي عائلتي وإذا حبيت هالتلفزيون حبيت لأنه كل اللي بقلبه هني هول الناس وهول أكتر ناس أنا تعلمت منهم زملاء وخاصة زملاء اللي كانوا بعالم الصباح للإلف اللي كانت موجودة به المحل عن جد إلى وقع نفسي كبير عندي وبعد لهلأ بتحس إنك ما بتلاقي أصحاب مثل هالأصحاب حلو ريما أنا كنت بالجامعة وكننا عم ناخد كورس أنا ريديو تيفي ثياتر وكننا عم ناخد كورس عن الكمنيكيشن وعن وكيف الواحد هيك تصاستين بتعرف إنه كان ون ون تنعطى هو عالم الصباح آه ولا جد كتير منيح تعرف إنه عالم الصباح مش عم بمزح ومش عم بسيرك بس إنه الفورما طبع عالم الصباح أول فورما كانت بالعالم العربي مظبوط كان أول فورما بالعالم العربي بعتقد إنه أول فورما كان بالعالم العربي وكان وكان بتقللك شغلة إذا بتسألني هلأ أنت أي أصحب برنامج قدمتيه بقللك عالم الصباح حتى تفاجأ بس لأقلك ليه أصعب برنامج أوكي أنا قدمت عشر برامج يمكن أو خمسة عشر برنامج نسيت قدي عشر برنامج في منهم قلتلك الكيسز اللي بتواجهها مثلا إخر برنامج كتير في خبرة عربية كبيرة خبرة بقضايا اجتماعية كبيرة كتير عم نحكي عن تجنيد الإرهاب عم نحكي عن الفقر عم نحكي عن الأرامل عم نحكي عن السجون عم نحكي عن موضيع كبيرة للنشر نفس الشي تعلمت كتير في هايدي الدامج اللي بتعملك إنسان عرفت؟ بتعملك إنسان اللي بتصير إنسان أحلى وأخلاق وأحلى وزهدين بكتير إشياء وأنا وإمكان لما عملت لو ما عملت هور البرامج ما كنت صرت هيك أنا هلأ بحب حالي أكتر بس عالم الصباح ليه صعب بس شو علموك بس عالم الصباح ليه أصعب برنامج عملته لأنه أنت عم تطلع ست ساعات لايف ثلاث مرات بالجمعة مش بس تستقبل ضيف وتعمل فقرات أنت في فترات تحكيهم لحالك يعني الافتتاحية لمعظم هلأ الناس بيطلعوا بيعملوا نصوص بيقولوها على الهواء إن كان يعني قدمة في طفرة لايف كوتشز بتشوف يعني كنا نحنا نقرأ عن جد ونقولو نهول الاشياء بحماس كان يمكن أول ليس عطي فيه بتعبي هيدا الهواء هيدا تعبية الهواء بشكل مليان بس مش على الفاضي بس بتعرف قدي صعب أنك تقدم برنامج ست ساعات لايف طابع وبسيط طابع وبسيط وتقدر أنت تعمل شي فيه يعني أنا بعتبر أنه كل اللي قدمه عالم الصباح يعني المجموعة اللي كنت معها يعني مونع ونادي وغادا وغيدا وجوزاف كله النجوم صحيح أنك أنت قدرت تضاين ببرنامج فيه تلوين هالقد وفيه بساطة وتضل الناس تسعى تشوفك ومتزهق ماشي سهل عشان هيك كنا نتعب حالنا يعني كنا نحضر بعالم الصباح كنا نحضر أكتر من غير برامج على فكرة يعني هو أصب برنامج لأنه لأنه البساطة صعبة مزبوط البساطة صعبة أنك تلونا نظبوط وبعدين أنت بهذا البرنامج عم تحكم مع بتقد مع كل فئة المجتمع تقلت لك القصة قصة المجموعة هي قصة المجموعة لأنه لأنه هلأ فيه برامج صباحية كتير هلأ فيه برامج صباحية يمكن كمان كان لامع يعني هلأ كمان في طفرة السوشال ميديا بتبهد اشياء كتير يعني تمانا نظلم الزملاء بس فيه ناس بتطلع فيهم هلأ بالبرامج الصباحية بتحسهم أنه هن لامعين وفيه ناس يعني بتحس أنه عادة مش موجودين أنه جايين على الوظيفة مش على الحماس عرفت ففيه أشخاص تعرف تبني لحالة نجومية حتى لو يعني البعض معتبرين أنه البرامج الصباحية مش مهمة بس صدقني يعني بأوروبا بتعرف أنت بأوروبا وببلاد العالم فيه برامج صر له سنين مظبوط طيب ريما الليلة سأعترف أنت إنساني مؤمنة إذا بك تعترف الليلة بشي هيدا هيدا الاعتراف جهة اللي بيكون بأغلاط ما بيكون بشي شي مختلف أكيد أكيد هيدا شي اللي بيخليني شو بك تعترف الليلة أنه على الإيمان ما في بحث يعني أنه أكيد مؤمنة مؤمنة ومكترة ومؤمنة بطريقة لك مؤمنة بكل الطرق الدينية يعني بعتبر حصتي أكبر بالجنة لأنه فاتع قلبي واسع وبنتمى للكل على تويتر كنت بيشي اي كنتهم بسألوني بعدك تاركتيا ولا بلا بعدها ما عفوط على تويتر بس بعدها كسولي بالسوشي تبقى شوال طيب ما في شي اعتراف اليوم بيكتخبرين عنه شي هيك في اعتراف غير انه انا هالفترة هيك ان شاء الله يكون عندي عطب بناء عاجق راسي افكار 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 بدي اعمل الف شغلة مع بعضهم فعم تخلص القصة انه عم يجعني راسي اكتر باني عم بعمل هيدا اعتراف اعتراف كتير مهم اذا بدي ارجع اخدها الكتاب انا وافتح وقرأ فيه في اشي بتنطبق على منعيش هلأ ايه في اشي كتير بتنطبق عن منعيش هلأ فيه كمان قصة المرأة وقصة يعني فيه مواضيع لقلع علاقة بالمرأة انه كيف بيستنفوا المرأة احيان انه هي عليها انه ان تسعد الشريك وعليها وعليها والمرأة بتخطيها القصص من زمان يعني هي بتقرر ايام تعمل القصص لتخلي الموضوع ري بس ما هي متخطيها قصص كتير يعني المحلات بتحجم المرأة اذا بدك حكيت عنا قبل يعني انه بتذكر هيك كتبت واحد من اللي سويلا قالت فيه يعني 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 الحقه بتهرب منك مش مظبوط هالحقه وقتا قلت انه مش مظبوط يعني وقتا هيك كان عنوانه انه عنك وعن اللي خلفوك يعني بتلحقك يعني يعني النظرة للمرأة اذا بدك فيه احيانا بيشملو يعني من كعيات معينة بيشملو بس المرأة عنا جد بمحل آخر من زمان من وقت ما كتبت الكتاب عشان هيك عم بسأل اذا بعد ورح اتضل تنطب بس اذا بدك تغيرت شوي من وقت يعني من وقت هيدا الكتاب تغيرت شوي فيه اشي بعد افكاري فيها زيتا يعني في الارتكلز الاجتماعية افكاري يعني هلأ اذا بعطيك ورقة وقلم ببارت الغرام بتغيري كمبليتلي عن الاشي اللي كنت بتطيها من قبل اي بعتقد هلأ هني حلوين اللي كتبتم كتير يعني بس انو انت كإنسان بتصير تحب بغير طريقة لأن كنا ويما تشور نحنا مننضج بشي طريقة الاشي اللي كنا نحبها من عشر سنين ما نحبها بعد عشر سنين او كنا نشوفها حلوة يمكن الموسيقى او الكتب بس كتير حلو تحب بخيار يعني نحنا بعمر معين منقول انو مش بيدي حبيت حدا منقولها الكرام مش بيدي مش بيدي صح مش بيدي هو هذا الترم شوي بس بس تكبر شوي بتصير تقول بدي حبي هيدا يعني القرار انو تحبي شخص احسن من انو مش بيدي تحبي شخص لا كل واحدة يقلها حلواتها بوقتها بوقتها بس عم بحكي انو كمان في مراحل معينة الى طريقتها اللي بتريحك عن جد بعدك بتآمن بالكتاب يعني هلأ انت عم تكت بكتاب بس بتآمن انو في ناس رح تروح تشتري كتاب ولا متل ما قلتي انو عم بتعالج انا هلأ عم تعالج حلو ما ضروري انو يعني ما بيكون هدفك بتآمن بالكتاب انا ما بعرف اقرأ شي عن الموبايل انو اكيد بقرأ يمكن اشي سوشال ميديا سريعة بس اذا بدي اقرأ بدي اقرأ كتاب بدي اشتري كتاب واقرأ هيدا الشي انت بتآمن فيها وبتحس انو مع الوقت خلص ما بقرحيصير فيه كتب لا لا بضلوا بضلوا بضلقلوا 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 وجودوا بضلقلوا طريقتك معوهم بضلقلوا نتعجي للصفحة اللي انت بدك ترجع لعلاقة مختلفة علاقة مختلفة وبعدين انا عم بكتب كنت عم تقللي انو انو هيدا فيه بنيفت بمحال بس بلشنا الحلقة بانو البنيفت اللي عم بعمله هو انو انا عم بعمل يعني عن جد عم بعمل ترابي لنفسي عم فرغ هيدا الاحاسيس اللي يمكن زربتا كتير جوه وفكرت حالي اني تخطيتها وقررت انو عالش حالي باني اكتبها عشان هيك هلأ تحمست ورجعت يعني قربت اني خلص وامتين معقول لكون الكتاب انو رادي بلا ما قعدك انا وعودة اياه مش ضابطة بلا ما قعدك يلا ان شاء الله خير والتوفيق برسي محمد في ناس شبهت برنامجك اتنين دولار بأي فيه امل ما قلو على الابعد ما قلو على الابعد اوكي ما قلو على الابعد اي فيه امل هو هو بتدور فيه على قضية بتخص شخص واحد فيها تكون هايدا القضية هالشخص فائد اهله او فيه يكون يعني من زمان تبنوه ناس تانيين ورجع يشوف جزوره وين او فيه يكون اشخاص كمان طلع معنا اشخاص عندهم مشاكل مع شكلهم ومع حالهم يعني هي انت عم بتساعد كيس وحدة معينة صر له مشكلتها مراكمة سنين وانت عم تفوت بهيدا المحل لتقدر اتفك فيك ومكان من احلى البرامج اللي عملتهم بصراحة بتير حلو البرنامج مع انه كمان بمحل بيورتك بالقضية اللي عم بتتبعها وبصير انت كمان ما تنام انه ليه ما عم نلاقي خيوط بتيري بارت ليه ما عم نلاقي خيوط ونعرف وين امه لفلان مثلا مين بنا نسأل شو بدنا نعمل كان عن جد شغل حلو بس 2 دولرز هو على على سكيل اكبر اكبر على مشكلة موجودة بالمجتمع على مشكلة عم بيعاني منها مجموعة من الناس على مشكلة فيها تدخل الحكومات لحلول فيها يعني كان ينحكى اذا بدك حتى فيها عن الزراعة ومشاكلها صناعة ومشاكلها ببلاد معينة عن الأرامل اللي أعدادهم مخيفة بالعراق مثلا عن المخيمات عن الأقليات كيف عم بيقدروا يتكيفوا عن الحروب اللي مرأة قدية حطامت ناس عن السجون كيف عم بيربوا فيها إرهيبيين دا يرجوا عيفلتون حكينا بحلقات ما بدي أقولها لأ البلاد لأنه أمنيتي كل البلاد ترجع ما بدي دل على بلد في الحلقات موجودين في هون العالم يشوفوا بقية بلاد صورنا وشو عملنا بس بكافة أنحاء الوطن العربي كان في مشاكل بتخليك تحس أنه أنت كعربي شو عندك تقدم حلول وبتصير تفكر وتصير تصدق أنه فيك تعمل شي هو كل إنسان فيه يعمل شي بس مش قد ما بده يعمل يعني أنت فيك تقترح حلول بس مش أنت فيك تمولها وتلحقها يعني في حلول أكبر يعني فيه عندي يعني بتعيش قهر بتعيش قهر بتصير ما بدي يصير قفة هنبل باللقاء بس أنه هولي إشي أنا عم جرب أني هلأ لا هولي إشي وقعية عم نعيشهم وعم نتحول جلس العطب اللي أنت بتنعطبه بس تشوفهم بس أكيد لما بتقرب من مشاكل الناس ومن حياتهم ومن تعبهم ومن الشي اللي حاملينه بقلبهم وعكتافهم والناس كثير تعبانة من كل المجالات تعبان الناس من كل المجالات بالموضيع الاجتماعية تعبانة بالموضيع الاقتصادية تعبانة بالموضيع السياسية تعبانة بالموضيع الظلم والذهات تعبانة في محل بتحس حالك في شي إيجابي بنعكس عليك وفي شي سلب بنعكس السلب السلبة انه انت بتحس انه بدك تعمل بدك تعمل وعاجز وحين بتحس بالزنب على اشياء لك حق تعيشه الاخر انت كمان عندك حياة واحدة ما فيك تضلك مقاصص حالك والايجابة انك بتصير انسان افضل وعيه احسن اخلاقه احسن عمقه احسن الطريقة اللي بيطلع فيها على قصص احسن ريمة انا بالمقدمة قلت انك جريئة وما قلت بس لانه بدي سيرك انت بواحدة من الحلقات بهول برامج اعتذرتي لان اخدتي كيس بمحل معين شو صار فيها هاي الكيس يعني بس اي هاي الكيس مع اردن كونسبت الاعتذار انا لان قليلي كتير من شوف انه اعلام يقول انه انا فشلت بمحل لان الكل بيكون انه هو طبعا شوف يعني احيانا بيتحرك عندك اشياء شخصية يعني انا فيه شغلة صارت من زمان باطار ارايب فيها جريمة لانه كان فيه شخص مش سوي وانترك هالشخص وصارت الجريمة هايدي عقدة اللي انا عيشتها جريمة مزدوجة كانت ببيت واحد لما رحنا نعمل هالحلقة بالاردن كان فيه شخص عبدور عابنه وكان ممنوع يفوت عالبلد ونحن توسطنا عند الست وعملنا كتير اشياء لنقدر نفوت هاش من شخص عالبيت او عالبلد وهرب هالشخص من المكان اللي حطينا فيه انا بلاحظتها ممكن ما خبرت حدا او مرة بقول كل الفلاشباكس رحت على هيدا الشي اللي صار معي انا لحالي رحت اقعد تحت البيت يعني انا وفريق العمل يعني البروديوسر والكاميرا والكاميرا عدنا تحت البيت لانه خفنا هالشخص يجي ع هالمحل ويعمل شي مش طبيعي عشان هيك اعتبرت انه تسرعنا بالحلقة وميرسيلا لكل اللي تركوا هالكلام يعني البروديوسر اللي تركت هاي تالحكي وقتنعت انه نخليه انه انا كنت عم بحكي بالقلبي عشان فعلا عشت رعب وفعلا الاعلامة احيانا بيتهور بفوت نتناسب الحيطان لاجل انه فكر حاله عم بيساعد هتك انت بتعامل سكوب لا لا هاي الحلقة كان ممكن نلغيها احنا حتى قلت بالحكي انه مبعف سكت حالتنعرض او لا 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 ما لك سكوبات بيطلعوا لحالهم هلا بها الفقرة رح تسمع اسمك كتير ريمة هي هيك بيرسونل شخصي مش كتير شخصي خير انشاء الله بتوصف حالك بكلمة واحدة قلتلك ثلاث كلمات ما كتير طبعي تاني سؤال رح قلتلك يا فيك ما تجيوب عليك رح عطيك ثلاث كلمات راقصة مصاري وطبال ييه شبه هنهوري ما بعرف انت قليلة ما تقول لي على التابلولي عندي بحشق أحمد زكي أنا عشق عندي على أحمد زكي برأيه هو أهم ممثل بالعالم مش بس بالعالم العربي يعني بالعالم وخسرناه بكير خسرناه بكير وكان مخيف قد مش خاطر ما في حدا أجا مثله لا ما عليش خليني أقول هيك أنه لا ما حدا مثله ما حدا مثله ما حدا مثله مخيف يعني ما فيك أنت كل حواسك تكون معه وهو عم يمثل أنا حضرت له كل أفليهمه يعني وبعشقه بحبه كتير الله يرحمه أنت مسلتي شوي أنا درست بجامعة تمثيل يعني أنت ما حدا يفكرني سقطة جعبالي في الصبح في الصبح جعبالي مسل رح تمثلت يعني أنا أدرست بجامعة تمثيل مع زياد أبو عبسي الله يرحمه وزياد وقتها قلي قلي عم تعملي بزنس روحي هيدا الشيدي أعطيه لأهلك وتعي وراي وطبعا بوقتها كانت القصة صغير يعني كانت الدراما ما أخذ هيدا الغزارة بالإنتاج وبالشغل ورجع بعدين ألا يرحمه أطوان ريمي المخرج الكبير نفس الشي قال لي وكمان ترددت لأنه كان سرقتني الميديا يعني حبيت الميديا وغرقت فيها أكتر لأضمار عملت تجربتين بس أنه أكيد بحب أعمل أكتر بس أنه يبدو هيدا العالم صعب اختراقه يعني أنه إذا حدا فكر بشوفه بقرأ بس أنه عن جد إذا بدك تتابع أنت وتلحق شغلة كتير صعبة لأنه لأنه اللي بقلب الدمان وصروا نصين عم براكموا عم يشتكوا كتير فأنت بتكون إذا حدا حابب ياخدك أو ياخد قصة معك أو شايف فيك شيء بس أنه إذا صارت منيح وإذا ما صارت مش مشكلة يعني ما عم تركد وراها يعني ما عم تلحقية ما عم تتابعية لكنت وقت بس لقيت عم قلت لك أنه في قصص تصلم فيها ما قال علاقة يمكن بإنت قدي عندك إمكانية تنجح يعني قصص تانية يعني يعني تعرف أنت يعني هذا العالم أكيد أكيد بس يعني فيه ناس معودين على معينة فيه ناس معودين أنه بتفوت مع شخص عنده تجربة غزيرة ليش بدي جرب مع حدا جديد وفيه ناس تتجرق على ناس جديد وفيه ناس تتجرق أنه تتفوت بأشخاص جديدة هو لأن هذا الدومين ما بعرف إذا إذا بس نأخد طابع عليه إنه يمكن بس الملكات الجمال صاروا حصراً عم يمسلوا لا لك أنا ماني مع هذه المهاجمات أبداً أبداً أنا عم بتطلع عن جد بتطلع عليهم اسم الله عليهم كلهم مش بس ملكات الجمال يعني أنا بتطلع على التيفي فيني قل لك أنه بين كل اللي بمسلوا بلبنان يمكن فيه شي واحدة أو اتنين فاشلين مش قادر حملة بس البقاية هذه جرقة تسمي؟ أكيد لا بس البقاية أكيد عن جد بيدهشوك يعني وفيه ناس عاملوا تقدم كتير قوي يعني فيه ناس فجأوك قد ما عاملوا تطور قوي والكتابة صارت أحلى يعني عشان هيك القصص عم بتصير أحلى الكتابة صارت أحلى بتعتقد أنه الكتابة أو التمثيل المشترك اللي صار بين لبنان وسوريا ومصر بعد الأوقات دفش الكاليبر أو عطك كاليبر أهم المستوى أو مستوى صحيح أهم للدراما اللبنانية أنا ما بسميه مشترك أصلا أنا بالنسبة لي ما فيه فرق فيه أبدا وبالنسبة لي هيدا بيعطي رونة بيعطي حلق بيعطي غزارة وبيعطي نوع من المنتوج اللي بينشغل عليه مفروض أكتر يعني نحن مجتمعات نشبه بعضنا وهيدا الشيء الفن ما قالوا حدود الفن ما بيعترف بالخرايط يعني وكتير السؤالات هولي بيستغربوا اللي بيعدون مثلا أنا بيظن لا لا بس الفن ما فيه خرايط بس بدي أقول لك أنه كمان حلو تشوف كل الخلطات يعني حلو تشوف كمان أنت عم تشوف شباب سوريين مع صبايا لبنانيات حلو كمان تشوف شباب لبنانية مع صبايا سوريين عم بيصير هيدا الشيء هلأ عاكر حال بلاش يصير يعني أكتر من قبل أنا بس ومصر دنيا تانية مصر هي من أهم أكيد يعني هي التالت بلد صناعة الأساسية صحيح أنا ولا شوية اللي بيستفزني بس لأقرأ شوية سوشيال ميديا أنه بتعرفي صار فيه الناس تقعد وراء الموبايل تبعوله ويتجردوا من كل أحاسيسهم ويكبوا كل السم تبعولهم عم بحكي عن تحديدا بس لأقلك عن السؤال تبع التمثيل أنه أنه لو ما الممثل السوري ما كان نجح هيدا الموثل أو لو ما الممثل اللبناني و جميل ما كان عرفتي هيدا يعني عطول هالعمل ناجح بدنا نقوص بدنا نعمله إذا بدك تشريح ليش نجح ومين اللي نجحه فبتحسي أنه كله بده يشرح هيدا النجاح لا ينسبه لأله كرمال هيك أنا عم برجع بس صلت الضوء على هيدا على هيدا الموضوع لأن بالآخر هيدا النجاح نجاح مشترك المفروض يكون أكيد مش لأن المثل أكيد بس بتعرفش المشكلة أنه عم نسأل هالسؤال يعني أنت لو بوقت لما لما أنت تعمل من هيدا الشي خبر أو تعمل منه سؤال بتعطيق أهمية هو الأشخاص نجحوا مع بعض نجحوا بتعب بعض واتكلوا على بعض بمحل اللي يعملوا النجاح بعد أقوى وأحلى سألوهم بس لقلهم شو بدك باللي بعلقوا في ناس بعلقوا على الشمس ليش طالعة يعني ما ما بتعرف شو بدهم شو بيرضيهم ما بتعقل تخلص إذا هيك يعني ما فيك تردح إيه فالمجموعة اللي بتنجح كلها سوى تنسأل هي أدي عطت بعضها وأكيد هني عم يستفيدوا من خبرات بعض كتير يعني وعم يعطوا شي جميل يعطيهوا العافية كلهم تانكيو ريمة أنا عندي بعض سؤالين صراحة تفضل هو هيدا البارت اسمه بهمني أعرف رأيك بهيدا بهيدا الموضوع قداش على عشرة في مساوات بين الرجال والمرأة بلبنان هلا فيه هيدا القصة هيدا قصة كبيرة يعني أنا فيني أقولك أنه الوعي الوعي هيخلينا بمحل أحسن الوعي أهم أحيانا من القانون تعرف يعني أنت كيف بتربي بالبيت أهم ما تركض بعدين وراء قانون أنت بتركض وراء قانون لا تصلح إشي ما تربت صح بالبيت فيمكن من أن نبلش من محل كتير بعيد من أن نبلش كيف من ربي ببيوتنا وكيف منعلم بمدرسنا يعني في كتير مواد بالمدرسة بتتعلمها بتنسيها تاني يوم وفيه أشي أساسية لازم تتعلمها هي لتعملك إنسان أفضل قبل ما نحن نصير نركض وراء قانونين ناخد فيها أنصاف وحق المرأة بمحل كتير مظلومة بقصة الجنسية لولادها مظلومة بقصة التعنيف اللي ما بياخد نتيجة مظلومة وكمانا وكمانا في جفنا جرائم وكمانا بالشكل المعاكس كمان بس بشكل عام المرأة دايما أسهل أنه تنظلم بمجتمعاتنا بعد صراحة بس يعني هيك تلزم يبلش من البيت يعني يبلش من أنه أنت بترضى لأختك الشي نفسه اللي بترضى لأخيك ولا لا بترضى لبنتك الشي نفسه بترضى لأبنك ولا لا كلنا معنيين من نساء ورجال ياريت الرحمة والتربية الصحيحة بتفوت من الأساس بدي شوف إذا ريمة بتآمن أنه لبنان رح يرجع كامل للأوصاف مثل ما كان أكيد بتآمن ما الشي أكيد تعرف شو أنا بعتبر جزء من إيمانك أنه أنت بتآمن أنه حالك حينصلح وقال لأنت إيمانك ناقس إيمانك لربنا ناقس إذا ما بتآمن أنه بلدك رح يرجع يستقر وأنه الظلم رح يزول وأنه الناس رح ترجع تاخد حقوقها وأنه أنت رح ترجع تعمل بلد بيستحقوا ناس اللي عم يتعبوا عليه واللي عن جد اللبنانيين طاقات طاقات كلنا بنعرف أنه ما بدون كتير وقت لي يزبطوا ويرجعوا يعمروا طبعا أنا جزء من إيمانك بربنا أنك تآمن أنه أنت فيك تصلح حالك وتصلح بلدك أنا هيك بعتبر أنه ما بينفصلوك عن بعض فأيه عند إيمان في لبنان كبير إيماني طب ريمة نحن هوم مكون خلصنا صراحة خلقتنا وفي آخر بديك تطلع بالكاميرا تباولتك وتقولي شيء للشعب اللبناني إن جانرال وخصوصا النساء للشعب اللبناني إن جانرال وخصوصا النساء أوكي لابدت لأفل لأنه في من يوم شغل كلمة ما بعرف جملة شيء بييني أنه من الأشخاص المستحيل يترك أنا بس بديقول شيء كتير بسيط صراحة أنت ما قعد فسف كتير إنه للشعب اللبناني إنه عم تحطني موقع خاطب ناس أثبتوا قوتهم كتير وأثبتوا صبرهم كتير وأثبتوا أنه بيتغلبوا على كل الأشياء وقد ما كانت صعبة وكبيرة ويمكن هذا أحيان مش مليح يمكن لازم أحيان ما قدر نتغلب لنعمل تغيير كبير بس كمان بمحل بديقول بس شغلة واحدة لقلنا لكلنا للشعب اللبناني كله إنه لازم نعرف وحلنا نعرف إنه في شيء واحد دمرنا ومهدت إنه دائما يدمرنا هو طائفيتنا وتعلقنا بهيدا المحل وكيف بيعرفوا يرجعوا يخلقوا لنا زواريب زواريب ينسونا فيها وطن الزروب منه أهمنا الوطن فهيدا المحل بس ضلنا من تبهين شوف المرأة العربية قدت كتير قدت بحروب قدت بخسائر قدت بشهدة قدت بناس من عائلتها فقدتهم عطول هيدا الكائن جاهز إنه يعبي الفراغات العاطفية وهيدا شي صعب كتير ما حقلك بس على قصة إنه مهنيا أثبتت حالة غير خصوا هول ورانا هول ورانا مهنيا ودراسيا وعلميا وقدهي مؤهلي مؤهلي تشتغل وتعمل مؤهلي لكل شي بس لما هيدا الكائن يكون مطلوب منه إنه يعبي كل الفراغات العاطفية ويعود عاطفيا مو خسران ومأهور منه شي سهل تجانريت عاطفة عارفت؟ منه أبدا شي سهل وإنا بهذا المحل عن جد بنحن قدام الكل يعني لأنهم تحية لك بشارفونا مرأة عن جد عاملة وربت منزل وقدرت يعني تعمل المستحيل لا تقدر تعمل عيلة وطلع وخاصة وخاصة المهات اللي بيخسروا أولادهم المهات اللي بيعرف إنه أولادهم عم بيقاتلوا في سبيل الأوطانهم يعني في نوع من النساء من الصعب إنك تتخيل أدي قوتهم وصلابتهم وإيمانهم وتشوف حالك صغير قدام قدراتهم ريما شكرا كثير على هالمقابلة الحلوة عنجاد وأنا كتير مبسطت أنه أنت كنت أول ضيفة بهر باور أور عنجاد شكرا لك للثقة ومثل العادة بتعاقدة أنا حسيت أنه هاي دا الحلقة الألف لأصار فيها عند منافس جديد حبيبت شكرا لك وبدأتشكر كل الأسفل اللي كانوا موجودين ومشتغلوا معنا على هالحلقة نعم طلل العام تالي وكل الشباب اللي اللي خلف الكاميرا ومشتغل ومشتغل فيه جفت صغيرة لك لا أنجاد عم تحكي هاي كل الأسفل فين أجغر حلقة بعد هاتولية جيم جيدة حقيقة لبانيس أورتست وبدأتشكر كمانا كارينا سكر اللي هي ساعدتنا بالسرد وعطتنا الكوتشوز يعني عم نحاول قد ما فينا نعمل إشيا ونظرنا إذا بدك بوزيتف برغم كل شي خلو الألجي هيدا أحنا شي خلو الألجي مرسي ريما ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة